موسيقى فالنهاردة الفرقة بتلعب تيم ورقة كويس رغم اللي احنا الاجنبي اكنوا ما جاشوا النهاردة الاسموي ده هاب قمين متعور جمال بيلعب قطر خيرو بنص رجل مش عارف فرقة مجنيدة عنده برده نص رجل يعني عندنا مشاكل كتيرة ومع ذلك التيم عوض بعضه بتلعي ولد جديد اسم الزياد نهاردة ابو الناصر كان بالو وبرده عشرة يمصاب عامل ماتش كبير جدا فالحمد لله رب العالمين يعني حتم بحيري بيقدي دور كويس قوي فانا شايف ان الفرقة بدأت تروح للجماعية اكتر من الفردية وده لانا نفسي اوصاله يعني فاني لا الحمرة بتعمل الروح للايب انا ادم بالدس بس اللي حصل في دور المرتبط دقيقة وخمش شهر ثانية فاقوا تركيزهم خالص فاعتقدوا ان المكسب خلص ان احنا كسبنا وصلنا الفينال بدوا يفكروا في الفينال بادري فحصل بأكسرة طائمة يعني حصل مستيكس جرائم مش مستيكس يعني حاولت بالتنين طيام يعني الحمد لله يعني ما كانش في نصيب لما هو القضية ان ايه مش هي القضية هما فيه طلب بطولات الدوري او فرق مصر مش احنا بس اللي عندنا سقوات جامد فرق كتير كويسة بزيرة كويس الاتحاد كويس زمالي كويس اسموحة كويس يعني فيه فرق كتير كويس فوضع طبيعي ان البغلات تتقسم انما ان شاء الله ان شاء الله بإذن الله بإذن الله بفضل الله وحده نكسب الدوري بكاس بإذن الله والله الحمد لله الاول على المكسب احنا متحضرين كويس كتش محضرنا كويس الماتش دوت وعارفين يعني نقفل عليهم من اني من اني مناطق ويعني الحمد لله دارسين له الفرق كويس حمد لله وربنا الحمد لله وفقنا عندنا كذا لعيب رجعوا المستواهم حمد لله الفرق كلها كانت رجالة في الديفنس حتى ما كانش موافق في الديفنس يعني كان مموت نفسه في الديفنس الحمد لله احنا نزلنا يعني ما خلناش ما وصلناهمش لسبعين بونت وده كان هدفنا ان احنا يبقى أقل من سبعين وعلى قد ما نقدر يبقى أقل فالحمد لله النهاردة الفرقة دفعت كويس والهجوم الحمد لله كنا موافق يعني كامل عيب كان متوفق وكده كل ماتش هتلاقي اثنين ثلاثة ودي مزيتنا السنة دي عندنا كذا يعني كذا حد قوة ضربة في الديفنس نقدر لو حد مش موافق هنلاقي بديل وحنلاقي الفرقة الحمد لله السنة دي كويس وحن محمد لله احنا مركزين جالنا دروب شوية في المرتبط خسرنا دور المرتبط تركيزنا دي وقت في السوبر ان شاء الله وفي الكاس رباني اكرم بإذن الله الحمد لله طبعا ربنا وفقنا كابتون أشرف وجاذفاني كله تعب معنا قوي لفترة بعد المرتبط وبعده خسرتنا ماتش الجزيرة بالذات بان النهاردة قد ايه الفرقة احنا عندنا كذا سلاح يعني مش سلاح او اتنين بس يعني ماشاء الله عندنا الاتناشر لعيب النهاردة او الحداشر اللي لعبوا كلهم قدوا بشكل يعني عالي جدا الحمد لله بنا نع نتيجة طبعا وده يعني من أهم العناصر اللي ساعدت كده ان احنا لعبنا بلعيبة كتير يعني مو كفاءة تانية بتلعب بخمس ست سبع تمن لعيبة احنا النهاردة يعني لعبنا بعشر او حداشر فبيدي فرصة للناس تاخد راحة واكتر ولما تنزل تبقى جهزة تدي يعني مية في المية الحمد لله الماتش ماتش كبير كنا جانين المسؤولية والحمد لله دينا نكسر الماتش احنا نشتغل على قوتهم نوقفها ودعفهم نشتغل عليها لان احنا نقدر نستخدمها كادفانتش لنا لنجيب باسكت الحمد لله دينا ان احنا نعناش تورن اوفر كتير ونلعب كلاعب جماعي وما نتصرعش والحمد لله قدرنا لحنا فريين نتطول المتش اشتركوا في القناة